اشتركوا في القناة بعد ان تعرفنا في اللقاء الماضي عن مصادر التمويل القصيرة للعجل في هذا اللقاء سنتعرف مع بعضنا البعض من مشهة الله تعالى عن مصادر التمويل طويلة للعجل لكن قبل ان نبدأ نود ان نتأكد من ان الصوت مسموع وواضح لدى الجميع طار الصوت مسموع وواضح لدى الجميع يا اخوة اذا لعلنا نبدأ على بركة الله كما تعودنا في اللقاءات الماضية امن من جميع عدم المقاطعة هو الكتابة على الشات الا عند الضرورة عند انقطاع الصوت او الخلل التقني ما عدد ذلك امن من الجميع عدم المقاطعة وذلك ليتسنى لي الجميع المتابعة والفهم للمقرر بالشكل الجيد وسنتيح الفرصة لطرح الاسئلة قبل نهاية اللقاء ونطرح الكوز بمشيئة الله تعالى قبل نهاية هذا اللقاء الآن الصوت واضح الآن يا اخوان الصوت واضح فاذا لنبدأ على بركة الله قد يكون هناك بعض من الانقطاعات لا سمح الله وذلك ليسه التقنية اليوم مع الاجواء لعلنا نبدأ على بركة الله يا اخوان نبدأ بمصادر التمويل طويلة الاجل والمصدر الاول من هذه المصادر هو السندات والسندات تعتبر قرض طويل الاجل يستهق الدفع على فترات محددة ويحمل سعر ثابت للفائدة وبما انه له سعر فائدة ثابت وبالتالي يعتبر محرم سرعا ويجب عدم التعامل به مطلقا ولكن كما وضحنا ذلك فيما سبق للعلم بالشيء فقط نأخذه هنا للعلم بالشيء وتجنبه بهذا تقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند استحقاق هذا السند على دفع الفوائد حسب ما تم الاتفاق عليه ويختلف السند عن باقي انواع القروض الاخرى من حيث انه يباع على فئات للجمهور العادي او المؤسسات المالية الا ان القروض المصرفية عادة تعطى او تقدم من قبل البنوك او المؤسسات المالية يمكن ان يتغير سعر السند ويأخذ عدة قيم اهمها القيمة الاسمية وهذه تتمثل بسعر الاسدار او المبلغ الذي تقوم المنشأة بدفعه عند موعد استحقاق السند والقيمة السوقية وهي القيمة المتغيرة التي يستحقها السند في السوق المحلية ونلاحظ ان هناك علاقة بين القيمة السوقية للسند وسعر الفائدة السائد في السوق فكلما ارتفعت اسعار الفوائد بدرجة اكبر من الفائدة التي يحملها السند عادة تميل القيمة السوقية الى الانخفاض وذلك الاتجاز المستثمرين الى بيع السندات وذلك الحصول على اكبر قدر ممكن من الارباح وعلى العكس من ذلك في حال الانخفاض اللي الفوائد السائدة في السوق بدرجة اكبر من الفائدة التي يحملها السند فان القيمة السوقية للسند تميل الى الارتفاع وبهذا تكون هناك علاقة عكسية من الناحية القانونية لا يعد او لا يعد حامل السند مالكا للمنشعة حيث انه دائن لها بمبلغ محدد ويسدد في فترة معينة وبهذا فلا يحق لحامل السند المطالبة بالاشتراك للادارة او التصويت طالما ان المنشعة ملتزمة بعمليات السداد بانتظام بينما في حالة الافلاس للشركة فيحق لحامل السند التدخل في شغول المنشعة وذلك لضمان حقه يتضح لنا ان السند ممكن ان يصدر بقيمته الاسمية وممكن ان يصدر بعلاوة اصدار وممكن ان يصدر بخصم اصدار على حسب الوضع المالي للشركة ولفهم هذه الجزئية لعلنا نطرح هذا المثال لفهم كيفية حساب تكلفة الدين في حال تم اصدار هذه السندات اما بقيمة اسمية او بعلاوة اصدار او بخصم اصدار لذا افترض ان احدى المنشآت اصدرت السند قيمته الاسمية 200 ريال ويحمل هذا السند فائدة مقدارها 10 بالمئة ويتم سداد هذا السند بقيمته الاسمية عند انقضاء فترته والبالغة بخمس سنوات اذا مدة هذا السند خمس سنوات قيمته الاسمية 200 ريال يحمل فائدة مقدارها 10 بالمئة المطلوب حساب تكلفة الدين في حال تم الاسدار بالقيمة الاسمية وفي حال تم اصدار هذا السند بعلاوة اصدار مقدارها 10 بالمئة والثالث في حال تم اصدار هذا السند بالسعر خاص قدره 10 بالمئة ما هو تكلفة الدين في الثلاث حالات لحساب مثل هذا لتكلفة الدين هناك قوانين تطبق مباشرة ثلاثة قوانين يتم التطبيق عليها مباشرة القانون الاول بيع السند بقيمته الاسمية تكلفة الدين في هذه الحالة تساوي لدينا الفوائد السنوية الفوائد السنوية يطرح منها في البصد السعر الاضافي للسند في حال وجوده السعر الاضافي للسند في حال وجوده على مدة السند تقسم على قيمة السند عند انقضاء مدته يضاف اليه صافي سعر بيع السند تقسم على اثنين الاثنين هنا ثابت في القانون اي غير متغير ثابت في القانون موجود في القانون بالتطبيق المباشر على هذا القانون نجد ان تكلفة الدين تساوي الفوائد السنوية من يخبرنا كم الفوائد السنوية اي اخوان الفوائد السنوية 10 بالمئة من قيمة السند قيمة السند كم بنص التمرين 200 وال10 بالمئة منه تساوي 20 ريال 20 ريال واضح الان واضح كيف تم استخراجها الفوائد السنوية 10 بالمئة فبالتالي العشر بالمئة من المئتين نجد انها 20 هذه الخطوة الاولى نطرح منها السعر الاضافي للسند في حال وجوده هل هناك سعر اضافي للسند في حال بيع السند بقيمته الاسمية طبعا لا ما فيه سعر اضافي للسند لا يوجد لانه بيع بقيمته الاسمية تقسم على مدة السند كم عندنا مدة السند من نص التمرين خمسة خمس سنوات اذا هذه تقسم في المقام المقام تقسم على مئتين اللي هي قيمة السند عند انقضاء مدته قيمة السند عند انقضاء مدته كم يا اخوان في نص التمرين عندما ذكرنا ان قيمة السند عند انقضاء مدته هي بقيمته الاسمية فبالتالي يصبح مئتين يضاف اليها مئتين اخرى وهو صافي سعر بيع السند وفي هذه الحالة بيع بسعر الاسمية فبالتالي يكون مئتين يقسم على اثنين ثابت في القانون فبالتالي نجد ان تكلفة الدين تساوي عشرين ناقص صفر على خمسة تبقى عشرين تقسيم مئتين زايد مئتين اربعمية على اثنين تعطينا مئتين فبالتالي عشرين تقسيم مئتين تساوي عشرة بالمئة تساوي عشرة بالمئة واضح يا اخوان العشرين هي الفوائد يا اخوان الفوائد الفوائد مئتين ضرب عشرة بالمئة الفوائد مئتين ضرب عشرة بالمئة تساوي عشرين تساوي 20 واضح من نص التمرين 200 ضرب 10 بالمئة نجد أنها 20 اثنين قلنا ثابت في القانون اثنين ثابت بالقانون في نص القانون هذا الحالة الأولى في حال بيع السند بقيمته الاسمية طيب ركز معي في بيع السند بعلاوة تسدار مقداره 10 بالمئة بنفس القانون اللهم اللي بتغير معنا نركز معي يا أخوان اللي بتغير معنا سعر الإضافي للسند وأيضا صافي سعر بيع السند ركز معي وتفهم معك هذه وهذه وستفهم السابقة كذلك الفوائد السنوية الفوائد السنوية تظل كما هي الفوائد السنوية ستظل كما هي سواء بيع بقيمة الاسمية أو بعلاوة الاسدار فبالتالي هنا القيمة الفوائد السنوية ستصبح عشرين اللي هو مائتين ركز معي يا أخوان مائتين ضرب من 10 بالمئة تساوي عشرين ناقص السعر الإضافي للسند من يخبرنا بكم السعر الإضافي للسند هنا في حال بيع بيع لاوة اصدار عشرة بالمئة أحسنتم عشرين السعر الإضافي عشرين كيف حصلنا عليها حصلنا عليها عندك المائتين يا أخوان ركز معي مائتين بقيمة الاسمية يضرب في عشرة بالمئة تساوي عشرين هذه العشرين هو السعر الإضافي للسند نقوم ب إضافتها ل سعر بيع السند بقيمته الاسمية مائتين زايد عشرين تصبح مائتين وعشرين وهو صافي سعر بيع السند وهو صافي سعر بيع السند فبهذا تكون الفائد السنوية عشرين ناقص السعر الإضافي للسند عشرين تقسم على خمس سنوات تقسم على خمس سنوات هذا في البصل في المقام قيمة السند عند انقضاء مدته ذكر في التمرين أنه سيعاد بقيمته الاسمية فبالتالي يصبح مائتين زايد صافي سعر بيع السند كيف نحصل على صافي سعر بيع السند كما وضحنا قبل قليل المائتين القيمة الاسمية زايد السعر الإضافي للسند عشرين تساوي مائتين وعشرين واضح للجميع تطبيق مباشر عشرين ناقص عشرين على خمسة تقسم على مائتين زايد مائتين وعشرين على اثنين فبالتالي تصبح ستعش في البسط على مائتين وعشرة على مائتين وعشرة تعطينا سبعة فاصل ستة بالمئة سبعة فاصل ستة بالمئة واضح يا أخوان تطبيق مباشر يا أخوان طيب نعيد هذه الجزية نعيدها مرة أخرى وآمل من جميع التركيز فيما يتم قوله ركز معي في حال بيع السند في علاوة إشدار الفوائد السنوية يا أخوان من يخبرون عن الفوائد السنوية كم تطبيق مباشر على القانون القانون أمامك الآن فقط كيف الحصول على الأرقام الفوائد السنوية ذكر في التمرين أن 10% من من المئتين 10% من المئتين فبالتالي 10% من المئتين تعطينا 20 10% من المئتين إذا 200 ضرب 10% تعطينا 20 وأضحل الجميع هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية سعر الإضافي للسند ذكرنا في القيمة الاسمية صفر سعر إضافي ما في القيمة الاسمية بينما في علاوة الاسدار عشرين كيف تبني العشرين نفس المسألة مئتين قيمة السند يضرب في العلاوة اللي هي عشرة بالمئة يضرب في العلاوة اللي هي عشرة بالمئة تعطينا عشرين كذلك واضح مئتين ضرب عشرة بالمئة تعطينا 20 نقوم بتقسيمها على مدة السند معطى في التمرين مدة السند كم يا أخوان في نصف التمرين 5 نقوم بتقسيمها هذا الكلام كله في البسط المقام نأتي عند المقام الآن قيمة السند عند انقضى مدته ذكر في التمرين أنه يعاد بقيمته الاسمية قيمته الاسمية كم 200 يضاف إليه صافي صافي سعر بيع السند بيع بعلاوة إسدار مقداره 10 بالمئة فبالتالي نضيف العشرة بالمئة على المئتين تصبح مئتين و عشرين تصبح مئتين وعشرين تقسم على اثنين ثابت في القانون اثنين ثابت في القانون تطبيق مباشر 20 ناقص 20 على خمسة كم تعطينا ستعاش تقسيم مئتين زايد مئتين وعشرين على اثنين تعطينا مئتين وعشرة ستعاش تقسيم مئتين وعشرة تعطينا سبعة فاصلة ستة بالمئة واضح؟ أعتقد واضح للجميع الآن الحالة الثالثة والأخيرة أركز معي في هذه الحالة أيضا بيع السند بخصم إشدار 10% بدلا من أن تكون الإشارة في البسط الفوائد السنوية ناقص تكون موجب تكون موجب وباقي القانون كما هو فقط الإشارة تتغير في البسط بدلا من كونها بالناقص تكون بالموجب ونقوم بالتطبيق المباشر على القانون الفوائد السنوية تظل كما هي الفوائد السنوية تظل كما هي سواء بخصم أو بعلاوة إسدار أو بالقيمة الاسمية تظل كما هي 20 نضيف لها الخصم على سعر السند بحكم أنه هناك خصم 10% من المئتين وبالتالي تصبح 200 ضرب 10 على المئة تعطينا كم يا أخوان 20 أحسنتم الخصم على سعر السند 20 نقوم بتقسيمها على مدة السند مدة السند كم يا أخوان 5 سنوات هذا في البسط في المقام قيمة السند عند انقضاء مدته ثابت في 3 حالات كم 200 أحسنتم يضاف إليها صافي سعر بيع السند في حال بيع السند بخصم إصدار 10% فبالتالي يصبح كم هنا أحسنتم 180 كيف حصلنا عليها يا أخوان 180 200 ضرب 10% تساوي 20 نقوم بطرح هذه 20 من 200 200 ناقص 20 تعطينا 180 180 بعكس علىوة الإصدار علىوة الإصدار نضيفها خصم الإصدار نطرحها إذن المحصلة النهائية عدنا يا أخوان 4 أو 5 مرات يا أخوان تطبيق مباشر الله يحفظك يا أخوي تطبيق مباشر وبالتالي الحوائد هنا 20 نضيف لها 20 تقسيم 5 تقسم على 200 قيمة السند عندها إنقضاء مدته يضاف إليها صافي سعر بيع السند اللي هو بخصم الإصدار في يصبح 180 تقسيم 2 يعطينا 24 تقسيم 190 تساوي 12.6 بالمئة 12.6 بالمئة واضح يا أخوان واضح لجميع الآن أعتقد إن شاء الله واضح للجميع تطبيق مباشر القانون الأول القيمة الإسمية والقانون الثاني بعلاوة الإصدار نفس القانون ولا يتغير شيء تبيع الإشارات نفسها الثالث بخصم الإصدار فقط الإشارة تتغير في البسط من كونها سالب تصبح موجب طيب هناك بعض من المزايا والعيوب من وجهة نظر كل من المستثمر شاري السند والشركة بائعة السند نذكرها من وجهة نظر المنشأة نبدأ أولا من وجهة نظر المنشأة يا أخوان الإشارة في العلاوة الإصدار في البسط بالسالب الفوائد السنوية ناقص بينما خصم الإصدار الفوائد السنوية زائد واضح طيب من وجهة نظر المنشأة المصدرة هناك بعض من المزايا والعيوب المزايا يمكن للمنشأة خصم الفوائد المدفوعة على السندات من الضرائب التي قد تدفعها للحكومة وذلك لكونها دين على المؤسسة الإدارة قد يكون لها حرية التصرف كون حاملي هذه السندات لا يشتركون في عمليات التصويت والحضور للجمعيات لهذه المؤسسة تحقق المنشأة التكلفة القليلة والثابتة خاصة إذا كانت الأرباح محققة بشكل عالي من عيوب إصدار هذه السندات بالنسبة للمؤسسة أنها توثل التزاما ثابتا على المنشأة باعتبار النعب يرهق المنشأة إذا لم تحقق أرباح كبيرة محدودية الاستفادة من السندات في ظل القيود المختلفة للتسريعات القانونية وكذلك تقييد حرية المنشأة في التصرف بالعصول المرهونة لأنه عند إصدار الشركة لسندات قد يلزمها القانون براهن بعضا من أصولها وذلك لنضمان حق حامل السندات وقد تتأثر هذه السيولة خاصة عند تخصيص مبالغ كبيرة لدى المؤسسة لسداد قيمة السندات من وجهة نظر المستثمر شاري هذه السندات هناك بعض من المزايا أنه يعتبر السند من أقل أنواع الاستثمارات مخاطرة فلحامله حق استرجاع عموالي عند تصفية المنشأة المصدرة لهذه السندات ويحصل حامل السند أو مشتري على دخل ثابت وفي أوقات محددة ولهذا يعد السند أو السندات بشكل العام محرمة يجب عدم التعامل بها من العيوب لهذه السندات من وجهة نظر المستثمر أنه ليس لحامل هذا السند حق التصويت أو الاشتراك في لدارة إلا في حال إفلاس هذه المؤسسة وقد يتأثر الدخل الثابت الذي يحصل عليه حامل السند بظروف التضخم مما يقلل من القوة الشرائية لهذا الدخل كما ذكرنا ذلك قبل قليل في العلاقة العكسية للسندات مع أسعار الفائدة السائدة في السوق هذا كل ما يتعلق بالمصدر الأول من مصادر التمويل طويلة الأجل طيب لعلنا أن ننتقل الآن للحديث عن المصدر الثاني ومصادر للتمويل طويلة الأجل ألا وهو القروب المصرفية طويلة الأجل الشركة هي تعتبر في هذه الحالة بما يتعلق بالسندات يا أخوان المستثمر يعتبر دائن للشركة المستثمر يعتبر دائن للشركة والشركة تعتبر مدينة له بهذا المبلغ أي أنها أخذت منه المبلغ ويلزمها شداد هذا المبلغ في الوقت المتفق عليه وأظهر اللي سأل عن المدينة والدائن بالنسبة للسند وأظهر عن طيب فيما يتعلق بالقروض المصرفية حين ذكرنا أن هناك الاعتمان المصرفي والاعتمان المصرفي ذكرنا أنه أحد مصادر التمويل قصيرة الأجل بكونه لفترة زمنية تقل عن السنة أو لا تزيد عن السنة بينما القروضة المصرفية قويلة الأجل هي التي بدتها قد تصل إلى 25 سنة وممكن تزيد عن ذلك ويتفق عادة المقرض والمقترض على معدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق وكذلك الضمانات والمدد الزمنية المتفق عليها للسداد المصدر الثالث من مصادر التمويل أنا وهو أناسهم العادية وهذا النوع من مصادر التمويل طويلة الأجل يعتبر أكثر الأنواع شيوعا وهو عبارة عن حصة في ملكية المنشأة تخول لصاحبها العصول على الأرباح بعد السداد المنشأة لالالتزامات لالآخرين وذلك في حال حققت هذه المؤسسة أرباحا ويمكن للسهم أن يتقلب مع الزمن بين قيم ثلاث القيمة الاسمية وهي القيمة المنصوص عليها ركز في هذه الثلاث جزيات أخوان القيمة الاسمية هي القيمة المنصوص عليها في عقد تعسيس المنشأة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الأرباح كنسبة مئوية منها وكثيرا ما تنص التشريعات القانونية على إلزام المنشأات بحد أدناك قيمة اسمية للسهم مثلا عشرة ريالات للسهم الواحد القيمة السوقية وهي القيمة التي يتم التعامل بها في السوق المالية وهذه القيمة تعتبر قيمة كثيرة التذبدب بالمقارنة بالقيمة الاسمية التي تظل عادة ثابتة هذه القيمة السوقية قد تزيد عن القيمة الاسمية فبالتالي يكون مشتري هذا السهم حقق أرباحا وقد تقل عن القيمة الاسمية وبهذا يكون ذلك المستثمر حقق خسائر رأس مالية كما وضحنا ذلك في اللقاء الماضي القيمة الثالثة التي تمثل للأسهم العادية وهي القيمة الدفترية وهي القيمة التي يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية للمنشأة وهذه القيمة تحسب بتقسيم حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة للمؤسسة إذن القيمة الدفترية للسهم تساوي حقوق الملكية تقسيم عدد الأسهم المصدرة وتتمثل الحقوق الملكية في كل من رأس المال المدفوع كذلك الاحتياطيات والأرباع المحتجزة وهذه القيمة تتغير باستمرار و وهذه القيمة تعطي فكرة زيدة عن القيمة الحقيقية للسهم هناك بعضا من المزايا والعيوب للأسهم العادية من المزايا الحق في التصويت وكذلك الحق في المشاركة في الربحية في حامل الأسهم العادية وأيضا المشاركة في أصول المنشأة في حال تصفية المنشأة يتم سداد الالتزامات للسندات أول ومن ثم الأسهم المتازة التي سنشرحها في الحلقة أو في اللقاء القادم للنسية الله تعالى وكافة الدائنين ومن ثم في حال بقاء بعضا من الوصول يتم توزيعها على حملة الأسهم العادية لحملة الأسهم العادية الحق في البيع والشراء لهذه الأسهم متى ما أراد في البورصة أو في ما يسمى لدينا لدينا بتداول من وجهة نظر الشركة المصدرة أن هذه الأسهم لا تشكل التزام ماليا على المنشأة كما أن المنشأة غير ملزمة بالتوزيعات النقدية وأنه لحاملها استردادها لا يحق له ولكن يحق لهذا المشتري لهذه الأسهم بيعها يمكن تداول بأسهم قليلة وممكن كثيرة وتجزياتها يعني لو عندك مثلا ألف سهم في إحدى الشركات وممكن بيعها كاملة وممكن تبيع جزء منها ويمكن للمنشأة الناجحة بيع أسهم جديدة والحصول على علاوات إصدار إلا أن هناك بعض من العيوب لإصدار الأسهم العادية أهمها احتمال فقدان السيطرة ليس؟ لأنه من حق حامل الأسهم حضور الجمعيات والتصويت أنه لا يحق خصم الأرباح الموزعة على المساهمين من الزكاة والضريبة بعكس السندات وليش؟ لأن الأسهم لا تعد نفقة بينما السندات تعد نفقة تعتبر تكاليف إصدار الأسهم أكبر من تكاليف إصدار السندات أيضا تحد الأسهم من قدرة المنشأة على المتاجرة بالملكية فهي لا تحمل عائدا ثابتا واضح؟ هناك بعضا من الفروقات الجوهرية بين السندات والأسهم من ضمن هذه الفروقات أن السندات تعتبر قروض ولكن بشكل آخر بينما الأسهم تكون مشارك لأس السركة في وصولها التوزيعات كما ذكرنا قبل قليل أن السندات توزع عادة توزيعات ثابتة بينما الأسهم حسب ربحية الشركة هو كذلك عسب سياسة هذه الشركة السندات فيما يتعلق بها الحقوق أنه ليس لهم الحق في حضور الجمعيات سواء العمومية أو غير العمومية بينما الأسهم يحق لهم ذلك فيما يتعلق بالمخاطرة فيما يتعلق بالسندات مخاطرتها أقل من الأسهم وذلك لإحتوائها على الفائدة الثابتة وبالتالي فهي أقل خطر من الأسهم بشكل كبير وهنا تصبح هذه السندات محرمة لكونها تحمل هذه الفائدة ويجبع المسلم عدم التعامل بها فبالتالي هنا العائد كما ذكرنا أنه عادة فيما يتعلق بالسندات تكون العوائد لها على قيمتها الإسمية مباشرة بينما الأسهم تكون لها عوائد إما رأس مالية كما ذكرنا في حال بيع السهم بسعر أعلى من سعر الشراء وأيضا عائد جاري كما ذكرنا ذلك في لقاء ماضي عائد جارية في حال التوزيعات هذا كل ما يتعلق بالأسهم والسندات والقروض والعلنا نكتفي بهذا القدر وذلك الإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم في هذا اللقاء أما لديه أي سؤال فليتفضل يا أخوان الناس المتاز بمسيئة الله تعال لا تستعجل على رزقك يأتيك في لقاء قادم بمسيئة الله سيتم الحديث عنه والأرباح المحتجزة كذلك طيب أحد عنده أي سؤال آخر رأسهم لها توزيعات أرباح توزيعات أرباح وليست بفوائد وإنما توزيعات أرباح في حال وجودها نعم معنا قانون القيمة الدفترية كما وضحنا طبلا قليل ما أقدر فيه ذكا اختصارة بما يتعلق بحد هي مباح أم غير مباح بما يتعلق بألأسهم لا يقدر فيه ذك لكن الشيء الواضح بشكل صريح ممكن القول عنه مثل السندات محرمة أما ناسهم لا علم لي بها من ناحية الحلالة من الحرام طيب أي سؤال آخر يا خوان أي سؤال آخر يا خوان لعلنا نؤجل الكوز في هذا اللقاء للقاء القادم وذلك لزحام الوقت معنا في هذا اللقاء فسيكون الكوز بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى الأسهم اللي بنأخذ هنالنوع الأسهم المتازر والأسهم العادية وضحنا الأسهم العادية في هذا اللقاء والأسهم المتازر سنوضحها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى قد تصل إلى خمسة وعشرين سنة بما يتعلق بالقروض الطويلة العجل الممكن تزيد أيضا على حسب السياسة البنك وحسب طلب العميل كذلك ووفق إجراءات يعينها البنك وعلى طيب أي سؤال آخر قبل أن نختم السندات ممكن تكون طويلة الأجل وممكن قصيرة الأجل حسب سياسة السريقة رأس المال العامل هو المستخدم الرأس المال العامل الذي يتم استخدامه بالسكل الفعلي قد يكون هناك رأس مال لدى الشركة عالي ولكن المستخدم فعلي هو رأس المال العامل واضح المستخدم المناسي الآخر قيمة اسمية عند تأسيس السركة يا أخوان لك أن نعاها عند تأسيس السركة بينما القيمة الدفترية هي القيمة التي يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية بعد إن شائها يعني واضح طيب بهذه الجزئية بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء متمنياً لجميع دوام التوفيق في الدارين هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جِطetة أفضل الصلاة أفضل الصلاة الأسع ترجمةchnadım اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة